شكرا معرفة كابتن سايد صابر إذا انتهت أحداث الفترة الأولى والثانية بتقدم نادر الأهلي 37-34 بره حبو ديوفي كابتن سارعه ولمرة التانية أهلا بيك يا كابتن بره حب أحددك للمرة التانية أهلا بيك أهلا بيك كابتن عايسو كابتن اسلام إيه رأيك في الفترة الأولى أهلا تسمى لا الفترة الأولى هي العجباني جدا وكان فيها جود دفنسي جامد معمول من نادر الأهلي الدفاع قوي جدا وساعدنا إن إحنا نقطع كورة واتنين ونجري. آآ جبنا كزا في السبريك وكنا موافقين كمان في التلاتة بونت. آلكس يونج جابت تلاتين مودي جابت تلاتين. آآ سيف سامير كان متقلق تحت الحلقة. خد تلاتة تراي. خد. خد. عمل تلاتة تراي منهم اتنين كاونت وامور. وده يبين من السكور. يعني سكور الكورتر أولاني الواحد وتمانية واشين حدواشر. احنا احنا انا قلت الكورتر أولاني لو مش هنا بالمعادل ده حن ممكن نعدي سكورنا مية. آآ كابتون أشرف حيب عامده ارتاحية يلعب باللاثناشر العيب وينزل بقى الناس اللي هي عايزة تجهز. إنما حصل تغيير كبير في رغم كمان إن خرشد الخمساء الأساني سبورتي كان عنده فاول ترابل فأول ديئتين فاولين. وكابتون أول بدل خرجه ونزل أشرف ربيع. يا ملخص الفترة أولى والتانية. آآ ففا يعني الكورتر الأولاني كان ماشي في شكل قلنا بقى خلاص الدنيا هتفتحها. اتفجئنا بالكورتر التاني في آآ في الاتحية لابسه تاخدر وفي الات سبورتنجي بابسه الحمر. تماما النقيق. 28 بنت جابينهم في الكورتر الأولاني لتسعة بنت في الكورتر التاني منهم انتهتها الأخيرة لها بقى مية. يعني الحد ديئة تسعة ونص. احنا جابين ستة بنت. في التسعة ديئة ونص جابين ستة بنت. طب دفاعيا كنا عاملين ايه? وحشين جدا. اللي حاصل بقى العكس. السبورتنجي كتير. جاب كورتر التاني سبورتنجيب تلاتة عشين بنت بس في كورتر التاني. بتنسأل عاوي رأي حضرتك ايه? آآ بصراحة انا بالنسبة لي آآ يعني اداء غير مقنع. انا مش مقتنع بيعني انا آآ كان عندي احساس جامد جدا ان اي حد هيقوم من على الدكة هو نفس الرتمة هيفضل وهي نفس الضغط ونفس الجاري وراء المكسب. وان احنا عايزين نسبة ان احنا آآ يعني. الاقدر. الاقدر بهذه. بس الشوت الاولاني ما انا لسه اقول له حضرتك. الشوت الاولاني عاملت في انتس قوي جدا من اقوى ما يمكن اشوفه في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. صحيح. قدرنا نخلي فرقة سبورتنج تحط 11 نقطة بس. واحنا جابنا 28. كان عندنا كمان هجوم جيد جدا جدا. الشوت التاني قلبة المقييس نهاء. تماما. تماما. اصبح اصبح فرض السيطرة عند سبورتنج فرض الاسلوب من ناحية سبورتنج زائد ان احنا دفعنا كانهاش جدا جدا في الشوت التاني لدرجة ان احنا معظم السكور اللي حطوا فريق سبورتنج كله فاصل بريك. طب ده ترجعوا لأيك ابتن سلعوي يعني حضرتك يعني التحليل ده تحليل يعني ادائي للمباراة بشكل عام. ولكن اكيد هناك اسباب للدروب اللي حصل في الشوت التاني دات رجالي. واحنا بنتفرج يا كابتن ايسام كابتن اقل لي كلمة اه في بداية التاني واقل بدل نزل اتنين لعيبة تحت عشرين سنة. كابتن اقل لي احنا في الكورتر ده هيجروا علينا. بقولوا ليه قال لي عشان العيال سغارة في السن. ففعلا جيروا علينا. دفعوا هجوم. اه جيروا علينا جيروا علينا السن صغير. بس مش جاري عشوائي بقى. واضح ان الولاد دول تحت عشرين سنة واضح انهم مميزين. يعني يلعبوا بيلعبوا ماتش اهلي. وبعصاب هادية. يعني انا يعني. مش مشدودين. مش مشدودين. فسن صغير بيجري. وكمان بيلعب بسر. مش هيب. فعشان وزي ما كابتن اقل لي بزبطة احنا منتفرج جوه. قال لي كده. طب رأي كابتن سراوي يعني فنيا. يعني انت حدك قول لي واحد اتنين تلاتة. اه الدروب ده. سببه عشان واحد اتنين تلاتة. او واحد اتنين يعني اللي حداك شايفه. اه لا انا هي المشكلة ان انا بقول لازم اي حد هيقوم من على البنش من ال اتناشر اللاعب المتسجلين في النادي الاهلي هيكون على نفس المستوى. سواء دفاعيا او هجوميا. اه 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 اللحظات التراخي اللي بتيجي في الدفاع مشكلة بالنسبة للنادي الاهلي. اللحظات السراحان اللي بتيجي في الدفاع مشكلة بالنسبة للنادي الاهلي. طب انا اقول حاجة برضو عايز اعرف رأي حضراتكم فيها. انا انا بحس لما النادي اللي بيدغط على اللعيبة بالذات الثلاثة اللي برا بيدغط عليهم دفاعياً قوي بحس ان فيه ضغط بنفرق لما بحس ان احنا بتدي ناخد متر ولا اتنين متر نسقط عن اللعب ويبتدي الفرقة التنية تلعب بقى ريحية بتدي يشوفوا بعض يبتدوا ايه يبقى يبقى دفاع نهاش يبقى بيبتدي من هنا المشكلة رأي حداك ايه كابتن اسلام المشكلة كابتن اه معلش بعد ايسنا كابتن اسلام المشكلة ان احنا لما بنتغط دفاعياً بنفس الجزء الامامي عن الجزء الخلفي اللي هو صنع اللعب مع الجناح اللي بيساعده عن البيت فبنفضل نحطين الفرقة اللي قدامنا في مواضع احنا نستغلها لكن اللي حصل في الفترة التانية ان احنا اترخينا متر او مترين فبدأت الدنيا بينا بالنسبة لهم فبدأوا يوصلوا للنص وياخدوا السيقة مع شوطة مع اتنين وزي ما انت عارفة كابتن اسف ان كرة السلة الارتح الاريحية فيها بتساعد الخصم صحيح يعني يعني بتساعد الخصم زاقد ان التحجيز ما كانش برضو كويس البوكسي كويس ده ريباون كتير اتاخد فول شوتيك برضو مش ده ملعبنا يعني فول شوتيك برضو طب انتش شايف كابتن اسلام يعني متفق مع كابتن سرعه في كلام ده بنسبة كبيرة طبعا وزاود على كلام كابتن سرعه طبعا ان كان فيه جدية باينة قوي 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 في الفرقة في اول كورتر عاملين بريس فول كورت اتنين واحد اتنين هايل هايل خدنا منه كورتين تلاتة وحتى الكورر اللي ما اخدناهاش عملنا دليل الهجمة بتاعت سبورتين اللي غيرت اربع عشرين ثانية حسب اربع عشرين ثانية مرة او مرتين غير التيرنوفر اللي هما يعني تسببين ده فيعني اجمالا دفعنا كواس قوي كان فيه جدية جامدة قوي جدا باينة في الكورتر اولاني وباينة من الاسكور يعني التراخي في الدفاع التراخي ان الفرقة يعني سواء اللي في الملعب او اللي نازل حز ان الجين بقى السهل فايقدر ايه يكسل في كورة في كورتي او حسس ان المكسب جي بدري اه فبيبدأ بقى ايه لان الاحساس اللي عندنا احنا منتفرج ان تمانية وعشرين حتاشر في اول كورتر فرق سبعتشر بونت يعني احنا منتفرج اكيد اكيد فيه لعبة ودي برضو خبروات بيجي لها الاحساس ده ان سبعتشر بونت في كورتر ايه جام بقى سهل ايه جام بقى سهل طبعا انا مبالعبش فرقة او ليلة احنا قوة في سبورتي ما عاش محترف وخمس الترتيب وكلها بس فرقة محترمة محترمة جدا وده اللي حاصل مش هيفك ومش هيفك لحد الثالث والرابع كمان ده انت بالعكس ده انت كده طب معه توف الجيم فلازم الثالث يبقى زي الاول بس كابتن انا افرح جدا كابتن لما احنا نبقى كاسبين 17 بونت ونزود ونزيد اللي يمنع اللي يمنع السبعتاشر يبقى عشر وخمسة عشر وثلاثين احنا فرقة فرقة تستاني ده دي القطات من الارض الملعب ما بين الشوتين بس خلينا اقول لك كابتن برضو عشان احنا اتكلمنا ان عندنا مشكلة دفاعية ودخل فيها 23 بونت في شوت التاني بس ما هم عندنا مشكلة هجومية برضو تسعة بونت يا كابتن منهم تلاتة بونت بتاعتهاب امين يعني ستة بونت في تسعة دقائق برضو كان في حالة برضو اه ضعف يعني انا شايف برضو في نفس النقطة الجدية انا ده مش حدوس على الزرار حتلعب بسكت انت دلوقتي ماشي بالرتم معين في التراخي حصل تراخي لعيب تراخي اللي جنبه تراخي اللي بعد تراخي كابتن عيسم هي المشكلة بتنقسم لحلين لو انت يعني شوط لو انه خلانا في الجيم كده ان احنا عملنا دفينس جيد جدا فروحنا خدنا بسكت سهل فلما تراخينا في الدفينس البسكت بقى صعب علي ان انا نجيب بسكت هي اي قاعدة ملاش اختلاف طب كابت الاسلام يعني انا شايف اولان في جدية بدأته في التسفين لازم 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 اللحظة للحظة طبعا طبعا دش من كابتن عاشف اكيد بس الوقتي ده بقى وقت كاباتل الفرقة كبار الفرقة مدي الجرحي والجمال والناس القديمة فرقة لازم يلموا الفرقة ويا جماعة لازم نرلل الموضوع الموضوع مش بسكت الموضوع مش بسكت الموضوع جدية نبدأ التالت زي ما بدأنا الاول البداية مهمة جدا كابتن عشان احنا فضلين دقيقة من حقارة الملعب لو التزموا زي من الكورتر الأول حيمشي في السنة اللي احنا ماشيونه 15-20 بنت لو الجدية نزلنا زي الأول نفس الكلام بتاع الكابتن إسلام إن هي البداية هي المهمة في الشوت الثالث هي اللي هتدينا الرياحية وهي اللي هتدينا المكسب وأنا عندي ثقة إن اللعيبة دي لعيبة على قد قدر كبير من المسئولية في المسئولية هتديهم ثقة إن هم يقدروا الشوت الثالث والرابع يعملوه زي الأولين عشان ما نصعبش الدنيا نفسينا في الشوت الثالث بالذات لا وبعدين ما نجهدش نفسينا زيادة على اللزوم والمطش أنا شايفه كان بدء سهل احنا اللي صعبنا الأمور شوية طيب احنا كده يعني خلاص لحظاته تنطلق المباراة خلينا نروح لمعلقنا الكابتن سيد صابر من صالة الأمير عبدالله الفيصل لك لأحداث الفترة الثالثة والرابعة من مباراة الأهلي وسبورتينج في الدور الترتيبي من دور السوبر لكرة السلة